الصحة حقيقية صارت بدمشق بيحكوا انه انصاب احد كبار التجار بالسرطان وما كان في علاج بالبلد متل هاد الوقت وقرر يروح لامريكا لحتى يتعالج وبعد ما عمل كل التحاليل والصور الطبية خبروا طبيبه يلي عم يعالجه بامريكا ما في فائدة من العلاج وانه السرطان انتشر بكل جسمه وما في امل هيك الطبيب خبر التاجر وبكل صراحة قال له ما باي قدامه غير ايام قليلة من عمرك ما بتتجاوز الشهر بنصحك ترجع لبلدك لتموت فيها وتعمل كل شي بتحبهه بتشتهي رجع التاجر لدي مشق ومضى تلت الشهر وصار ينتظر موته وهون هو قاعد وكان عم يتمشى بالشارع والدنيا مطر هو عم يتمشى حسب التعب فوقف على الرصيف لحتى يستريح شوي وكان علىها الرصيف صبية عم تحكي شاب وسيم عم يعلك علكي وعم يتمايل وباين عليه انه معه مصاري والشاب ما اهتم للتاجر والمريض وكمل كلامه مع الصبية الفقيرة وصار يساومه على جزء جسمه هيك فهم التاجر من حديثة وصوتها وهي عم تشرح للشاب حاجتها للمصاري وانه رماها صاحب البيت اللي مستأجرته بالشارع وانه هو هاد صاحب البيت عم يشوف انه هالصبية خدعته لانه ما دفعته الاجار والشاب ما اتفق معه على طلبه وهي عم تساومه على جسمه نحيل كان بده اياها بتمن كتير قليل وتركها ومشي قرب التاجر منها وشاف دبوعة قال له عزريني يا بنتي انا سمعت كلامكم وشو قصدك وشو يلي خلاكي تعملي هيك عمل سيء قالت له الصبية والله ولادي بالشارع ورماني صاحب البيت برا وزوجي بالسجن ما بعرف عنه اي شي وما عندي اهل واقسم بالله اني اول مرة بعمل هيك وبساوم على جسمي وعملت هالشي بعد ما كل البواب تسكر دبوشي حتى هذا الباب سكر قال له التاجر سمعي يا بنتي شو بتعطيني اذا عطيتك كل العمر مونتك وكفيت حاجتك ومناعتك عن الفئر قالت له شو ما بدك انا جاهزة قال له التاجر بدي شي واحد انك تعاهديني انه ما بتبيع جسمك للحرام طول عمرك وطول عمرك وانا بتكفل فيكي وبولادك قالت له وافقت قالها التاجر طيب شو الضمادة حتى تنفزي هالشي قالت له الصبيب ترضى انه يكون الله ضامن الي بشهد ربي اللي ما بيسمعني غيره اني اوفي بعهدي الي كل عمري وحياتي وبحمد ربي انه ارسلت لي هلا بهذا الوقت قال للتاجر اتفقنا والشاهد علينا الله اعطيني عنوان بيتك وانا بعد شوي بيجي لعندك ورجع التاجر على مكتبه وسجل لوصية وحطها بالصندوق المال وكتب عليها يا ولادي وصيتي انكم ترسلوا راتب شهري كفي خمس اشخاص لهذا العنوان طول عمركم نفزوا وصيتي من بعدي ورجع التاجر لبيت الصبية محمل سيارة كبيرة فيها كل شيء من المقونة والاشياء والاكل والفواكي والاشياء الاساسية للبيت وعطى صاحب البيت الاجر عن الشهور المتراكمة عليها وعطى ااجر ثلاثة سنين لقدام وعمل نفس الشيء مع اللحام والسمان ورجع التاجر لبيته وقلبه فرحان رغم وضعه وانتظاره موته بنهاية الشهر المتبقي وانتهى الشهر وخلصت مدة البقاء اللي عطاياها الدكتور بهالدنيا بس ما مات التاجر وراح اول شهر وعطى الصبية راتبها وعدت الايام وما مات وعدت اسابيع وشهور واسنين وما مات والوصية بقيت بالخزنة وبعد عشرين سنة قام التاجر اللي يصل للصبح وسجد خاشع وقلبه كله نور وإيمان بس ما قام ومات هو وساجد وبعد ما انتهى العزة فتحوا ولاده صندوق هالمال قاموا لقوا الوصية مكتوبة قال ابنه الكبير تأخرنا سبع تيام عن الراتب للصبية الفقيرة وراح بسرعة العنوان المكتوب ودق الباب طلعت مرة بس ما عادت صبية قال هذا تفضلي الراتب ونحنا منعتزر عن التأخير قالت له هيو عم تبكي انا بشكركم من كل قلبي قول لابوك يدور على محتاج غيري ابني قضض اول راتب من سبع سنين وما عدنا بحاجة للمال وسلم على ابوك ولح ضل على العهد طول حياتي طلع فيها ابن التاجر وعيونه كلها دموع قالها توفى ابي من سبع ايام سبحان الله على القصة فاعل الخير بيضل عمله رب العالمين دائما بيمد بصاحب الخير يعني هو عمل عمل خير وكان متقبل وضعه بكل نفس رحبة انه خلص مريضه لح موته وعضل بفعل الخير قام رب العالمين سبحان الله شفاه وعيشه لحتى هالمخلوقة وقفت على رجليها وما عادت محتاجته شكرا حبايبي لو متابعتي وان شاء الله تكون قصة نعجبتكم اليوم واخدتم مننا العبرة اللحفة وقفت على رجليها شكراً لكم